بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في فيديو جديد أخيرا بداية شرح الرونز أو بداية سلسلة شرح الرونز السلسلة حتكون مكسومة لثلاثة فيديوهات إن شاء الله أو خمسة فيديوهات ما بين ثلاثة لخمسة فيديوهات يعتمد حنتكلم عن كل رون بشكل منفصل حنتكلم عن مقدمة إيش الرونز وإيش فيها وإيش الإنتروز وإيش لازم نعرف ومعاني جزء من الكلمات اللي نحتاج نعرفها وبعد كده لكل رون أو لكل تري أو لكل طبعا القيم بيسموها كل خط هنتكلم هنسوي لها فيديو منفصل أو يعني إذا كانت الفيديوهات قصيرة حقا هنحاول هنحاول نجمعهم فكل الحالات هتكون في سلسلة بسيطة عن الرونز تشرحها من أولها لآخرها ترجمة طبعا يعني هنشرحها بالعربي وفي نفس الوقت هنقول إيش تنفع وإيش الحالات اللي تنفع فيها وكيف ممكن تستفيد من الرون هادي في الحالة هادي وإيش الرونز اللي ممكن تستفيد فيها في أي حالة وشيء تاني في نفس الوقت لأنه لسه دوب والبات شنازل يا شباب كثير من الرونز هادي رونز تجربية يعني لسه ما هي مقررة أنه تكون هي الرونز اللي حتكمل معانا في السيزن الجاي في احتمال كبير حنعيد الموضوع هذا كله في بداية سيزن 8 إن شاء الله في جانيوري لما نبدأ السيزن ويبدأ ال LCS مرة ثانية هتكون في حاجات كثيرة تغيرت حيصير لها بلانس يمكن حاجات تغير محلاتها يمكن حاجات يشيلوها ويحطوا حادات ثانية بدالها هيصير فإن شاء الله يعني بإذن الله حيصير نسوي ريفرش للفيديوهات هادي عشان كده أصلا أنا بغفصل كل فيديو الحال وعشان لما نرجع نسوي لها ريفرش نعيدها مرة ثانية في كل الحالات أول شي لازم نعرفه إنه صار في حاجة اسمها path أو primary path أو secondary path إيش يعني primary path يعني الخط الأساسي أو tree الأساسية أو الشجر الأساسية secondary path يعني الخط الثانوي أو الشجرة الثانوية اللي هو tree الثانوية طبعا الجيم هنا يسموها path يسموه خط يسموه line أوكي فإحنا خلاص من يوم ما نقول كلمة path يا شباب عارفين إنه path primary الأساسي secondary الثانوي أوكي في نفس الوقت نتعلم على كلمة يسمها keystone اللي هي الرون الأساسية لكل خط لكل path فيه رون أساسية يسموها keystone ما تكرت أخذها لو كانت في secondary نتعلم إش هي major run هنتعلم إش هي الرون هنتعلم في نفس الوقت إيش معنى كلمة adaptive اللي هي كلمة جديدة اضافوها في الرون عامة معناها والله على حسب من يوم ما تشوف كلمة adaptive هتعرف إنه والله إذا الشامبيون الاد حيأخذ الدامج اللي هو اي دي إذا كان الشامبيون اي بي حيأخذ اي بي هنشوفها في الرونز وحيشرحها على طول بالتفصيل المهم في كل الحالات فكل تشامبيون حيكون عنده رون خط أساسي أو path primary وحيكون عنده خط ثانوي الخط الأساسي حيحدد pace أو stat محددة حيأخذها دايما لما يأخذ الخط الثانوي مثلا لو خط البرسجين أو زي كده من يوم ما خط البرسجين أجي أخذ في السكندري path أي حاجة دايما حيجيني 18% attack speed يعني الخط الأساسي لو خط الأساسي domination حيكون من يوم ما تيجي تأخذ السكندري 3 هتلاقي عندك والله في 11 attack damage ولا 18 ability power أداب تبع على حسب بداية أنت AD champion هيكون اللي حتاخده 11 attack damage إذا أنت AP champion اللي حتاخده 18 وهذا اللي كنا بنقوله على الموضوع كلمة adaptive فالتري الأساسية الخط الأساسي يحدد إيش هو الpassive اللي تاخده من الخط الثاني أو من التري الثاني في كل الحالات نرجع مرة ثانية ونقول إيش فائدة كل تري عامة التري الأولى اللي هي البرسجين تري زي ما هم كاتبين improved attacks and sustained damage إيش يعني يعني هذه تاخدها في champions اللي يسووو دامج متواصل مو بيرس damage يفجر كده دفعة واحدة يفجر اللي قدامه لا دامج متواصل ADCs champions يعتمدوا على auto attacks champions يعتمدوا على أنه بغي يسووه يعني يعني ADCs عامة تقريبا ممكن ياسوى ممكن تريندمير توب ممكن حتى فيورا أي champion يعتمد على auto attacks التري هذي تنفعله ما يبغي يسوي دامج يعني مفجر مفاجئ يبغي يسوي دامج على فترات طويلة وفي نفس الوقت بعدين عندنا domination هذي تاخدها لما تبغي تسوي بيرز دامج assassins ثلاثة أربعهم وفي بعض الحالات الجنج الأساسنز مثلا بالراحة زيت خازيكس شاكو في الميد ممكن نقول ما بغي أقول الماجز شوية لأنه دامج أكتر وفيها AD عن أنه AP بس في كل الحالات فيها adaptive فيه champions برضو AP زي ديانة ممكن ينفع عليها الشغلات هذه بغض النظر على أنه والله السوسري أحسن حاليا في الجيم بس عامة في المستقبل لما يصير فيه بلانس لكل الرون هي الرون المخصصة للبيرز دامج بيرز دامج أبغى أمسك واحد ألعن خيره في كومب واحد أفجره من فل لصفر بعدين عندنا السوسري هذي الرون اللي يعتمد عليها في اللي يعتمد عليها الشامبيونز اللي يعتمدوا على على حقتهم في حالات بسيطة ممكن جين لأنه جين ومسفورشن يعتمدوا على على حقتهم أكثر من الأوتو أتاكس فشي طبيعي أي تشامبيونز يعتمد على حقتهم أكثر من الأوتو أتاكس والله ما هو بيرز دامج تشامبيون هيكون السوسري محل حقه بعد كده عندنا الرزولف وحتلاقوا فيه دورابيلتي بيقول من دورابيلتي معناها أنه يعيش لفترة طويلة يعني يقدر يعيش يأكل دامج مرة كثير ويكون دورابيل ما يموت وكراود كوترول يسوي سيسي إيش يعني كراود كوترول يعني السلو الباسف الدفة البعيدة الألف باي دفنشين إيش معنا الكرام هذا الرزولف تنفع على كل التانكي تشامبيونز وكل سيجواني راموس سيجواني 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 تشامبيونز هذولا عامة باي دفنشين لما نيصير برضو حتكون هذي الشجرة الأساسية لهم الفكرة فيها يعني ممكن نشوف مثلا ندحين في الفترة هذي ليونا ولا سيجواني بياخد بياخد بس عشان إنهم خربانين عشان دوب الباتش بدأ ولسه الأرقام حقة الرونز ما هي مرتبة مزموطة ما هي بعد كده عندنا الإسباريشن الإسباريشن اسمها كرييتف تولز هنرول باندي هذي صراحة شجرة نزلوها ما الأمها صلاح بأي أحد حطي لها للناس اللي تبغى تسوي حاجات كرييتف وتنفع بأي طريقة لأنه السكندري اللي فيها مختلف عن البقية يشوفوا مثلا لو أخد ال اخدت اخدت حتكون ما أخد 20% تزود حق لما تاخده وتاخد 20% بس لو أخد تاخد 20% وتاخد 16% لو أخد تاخد 20% نفس الشي وبعد 16% تاخد 27% و هنا تاخد 145% فهذه عمليناها مختلفة هذه الشجرة الوحيدة أو الوحيد اللي هي خرجت عن المعتاد وعن عن الصدق وال الرون اللي فيها كل واحدة لها أداء منفصل ليش قلنا نسوي لها فيديو منفصل لأنه فعلا الرون هذي مع أي رون تانية تسوي بحاجة مختلفة فلازم نتكلم على تأثيرها على كل الرون أو على كل الخطوط التانية المنفصلة وحنتكلم عليها إن شاء الله في المستوى العموم اليوم زي ما قلنا هنبدأ بالprecision بعدين الdomination إن شاء الله الprecision زي ما قلنا أي line تختاره أو أي خط تختاره أو أي path تختاره حيكون في الخط الأساسي حيكون تختار في أربع رونز والخط الثانوي حيكون تختار في اثنين رونز فقط الخط الأساسي الرونز الأولى الأساسية يسموها keystone هذه ما تجد تأخذها في الخط الثانوي وهذا 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 يخليك تحدد طريقك في الرون الرون الأساسية هي هتحدد الكيستون والكيستون هي أكبر رون مؤثرة عليك كلاعب أوكي فحنتكلم أول شي على الثلاثة هذول اللي هما الكيستون عندك الpress attack عندنا lethal tempo وعندنا fleet work fleet foot sorry fleet foot work الpress attack والlethal tempo والfleet foot work الpress attack الفكرة فيها إنه لما تضرب champion ثلاثة مرات بbasic attacks ضروري تكون basic attacks abilities ما تشتغل هتسوي bonus damage بعد ما تضرب الضربة الثالثة هجيله damage بسيط adaptive damage إيش قلنا adaptive إيش معناها معناها إذا كان الdamage حقك AD هيجي AD إذا كان الdamage حقك AP هيجي AP based on the level طبعا يتحدد بين 30 و120 على حسب الليفل حقك and make them vulnerable إيش يعني بعد ما تضرب ثلاثة ضربات هيصير الادمي عليه debuff أو عليه بوف صغير لستة ثواني أي damage يجي منك أو من أي أحد من اللي حولك زايد عليه بـ 12% فهذه زي إنو والله لما أضرب واحد ثلاثة مرات basic attacks هسوي له base damage كده فجأة ضربة جاته هذا burst وبعد كده أي أحد يضربه سواء يعني أنت أو أي أحد غيرك حيضع حيزود الdamage اللي يصير عليه 12% هذا معنى إنو والله نحتاج champion يسوي basic attacks كتير ما نحتاج champion يعني مستحيل تشتغل على سندرة مستحيل تنفع على ميجز مستحيل تنفع على ناس يعتمدوا على abilities نبغاها على ناس يعتمدوا على auto attacks نبغاها على ADCs نبغاها على tops ممكن نبغاها على بعض السابورتز زي اللي هنا ممكن تسوي auto cue auto cue حققتها معنى ability بس تنحسب auto attack لا تنسوا يا شباب إنو في abilities في game تنحسب auto attack وهكذا فأي أحد يعتمد على auto attacks ممكن تنفع عليه بعدين هنروح على lethal tempo بعد ما تضرب champion ثانية ونص طبعا خلاص ضربته بعد ثانية ونص هيجيك ما بين 30% لـ 80% attack speed على لثلاثة ثانية لو ضربت champion هتصير رينج حقها هيصير شاسمه هتجي لستة ثوانية أكثر من ثلاثة ثوانية ثلاثة ثوانية لو أنت تضرب مينيونز ولا تاورز لو ضربت champion هتزيد ستة ثوانية هذي برضو بتقول لك أنا أبغاك تلعبني على champion يعتمد على auto attacks lethal tempo نزود attack speed حقك من 30% لـ 80% attack speed فقط فأي champion يعتمد على auto attack أو attack speed تنفع عليه على ADCs كلهم بعض tops زي ياسوى وممكن زي ما قلنا تريندمير بعض tops اللي هم AP زي في بعض الحالات ممكن أقول حتى ديانا لأنه ديانا تعتمد على attack speed في بعض الحالات أنا ما بقول لك خدها على ديانا أنا بس بقول لك كل اللي ممكن تنفع عليهم فالفكرة فيها أنه تديك boost على attack speed في مراحل بس عيبها الأساسي العيب اللي فيها أو نبغى نقول عيبها فيها أنها cool down حقها عشر ثواني يعني سويت لها trigger ما تقر سويها إلا بعد عشر ثواني بعدها والميزة اللي فيها إنه والله لو تطلع فوق attack speed كلنا عارفين attack speed ممكن تطلع على الأربع فتطلع بره رينجر attack speed ففجأة تشوف champion كده صار سوبرمان أنفلت سوى عشرين ألف attack في وقت واربعات طبعا هذي little tempo هتفتح مجال أنه ممكن تسوي حركات حلوة زي أبغشيل التاور بالسرعة أروح لو عندي ability من بعيد مثلا لو أنا بلعب let's say virus virus يتمد على attack speed ولا أبغلعب والله حتى إزريل لو لعبت مثلا بليث التمبو أو لعبنا برضو بكوغماو أوكي رحت في champion واقف ورا tower بعيد ضربت بأي شي لأنه الفكرة هنا أي damaging ما يفرق auto attack ولا ability سويت auto attack بعد ثانية ونص يجيني كمية attack speed مو طبيعي أقوم أنفو ضم التاور أوكي وهكذا بعد كده عندنا الفليت footwork الفليت footwork attacking and moving builds energy stacks هذه نفس فكرة الستاتيك شيف وال rapid fire كانون وزمان اللي هو الwarlord كان لما تجمع ستاكات لما توصل 100 بعد ما توصل 100 تضرب الجديد اللي تسويها ترجع لك طبعا الwarlord كان يهيل أكتر كثير منها وهذا اللي خليني شوية كده طالع فيها وقول شرق صراحة ما هي أحسن شي موجود في التاريخ بس كويسة تنفع لأنه تعطيك كمان movement speed for one second فحتهيلك مع بين 55 زائد البونوس يعني تقريبا مع كل 100 ستاك هتهيل كم let's say 50 65 لأنه طبعا هذي تفعك أكتر في early game أكتر منه في late game لأنه حتى الratios حقتها ما هي عالية يعني زائد 10 زائد 10% على AD و20% على AP معناها في late game إيش هتسوي لو الـ AD حقك 300 حتجيب 30 زيادة يعني 70 ولا 80 فالهيل حقها late game صراحة ما هو كويس يعني مقاراة تنبل اللي كان أول في Warlord عشان كده أنا محرص أظن هذي من الحاجات اللي لازم يسو لها شوية على اساس ترجع والسير كويس يحسن من البقية على العموم غير كده تديك فالشامبيون اللي تلفع عليهم أنا ما شفت أي تلفع عليهم حاليا أكثر من يعني بالنسبة أكثر من جن لما تلعب جن أنت أصلا ما بتعتمد على Auto Attacks بما تجري تستخدم Press Attacks زي الناس بنفس الوقت ما تجري تستخدم Lethal Tempo ممكن تستخدم Fleetwork تجي تضرب وضرب حقتك تأخذ الهيل تفك sprint تجري على بعيد على أساس تسوي Reload وتسوي كده ما أدري عن أي Champion تاني صراحة تنفع عليه الرون هذه غير الرون هذا وهذا 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 يزود أنه والله الرون هذه صراحة تحقها مرة قليل وما تنفع ويبغى لها تغيير في القيم وأنا احتمال كبير نشوف الرون هذه يصير عليها بف يصير عليها حاجة تخليها ترجع في القيم في كل حالات ما بين ثلاثة رون هذه حاليا في 7.22 أحسن رون حتى على اللي يتمد على في كل الحالات اللي اللي انشافت في القيم كان طبعا شفت فيديو للاعب مشهور معروف اسمه بروتوتيب راح في في شاسمه في فك الدمي استخدم كل واحدة منهم على نفس الشامبيونز بريست الاتاك كانت دايما مور ريلايبل كانت دايما تسوي مور دامج بريست الاتاك ما لها كولداون وهذا الميزة فيها تضرب الآدمي 3 ضربات أي ضربة بعد الثالثة هتكون 12% زائد دامج فدايما بتسوي دامج زيادة عشان كده حتى الاتو اتاك هتلاقي 3-4 نستخدم فيه حاليا طبعا هذا مو معناه انه هيستمر الوضح هذا هذا مو معناه انه هتبقى دائما أحسن من البقية بس حاليا أفضل كثير من تبقى تاخد تجربها عشان تلعب بها عشان تفتن اذا تبقى تفوز ألعب وزي ما قلت لكم ما في أي تنفع عليه أكتر غير جن صراحة ما شفت شي تاني بالنسبة لل top ولا jungles أنا ما شفت أي champions ممكن يستفيدوا من الكلام هذا إلا زي ما قلنا ياسوى تريندمير كيل الوحيد اللي يمكن لي هل تنبو عليه أحسن press the attack طبعا تعتمد على auto attacks ما تعتمد على abilities وهكذا بعد كده عندنا ال overheal عندنا اللاين الثاني اللي هو major run زي ما قلنا يا شباب في الخط الأساسي تختار أربع run ودائما في أي run حتى سكندير حيكون عندك ثلاثة أو أربع صفوف الصفة الأول keystone بعدين ثلاثة صفوف run run هذه تختار منها أي حاجة تبغيها من كل صف واحدة الصف هذا اللي هو الثاني في overheal triumph presence of mind overheal ايش تسوي مع كل صراك زود بدل ما يسفيدك جالس جنبك صراك مثلا إذا كنت في البوت وجالك heal وانت full health 100% الheal هذا يتحول لشيلد ف excess healing on you becomes a shield for up to 10% of your total health الحقي 1000 هيجيني 100% طبعا على حسب الليبل زائد عشرة إذا كان أنا بهيل نفسي طبعا shields is built up from 30% of excess self-healing or 300% of excess healing from allies يعني الشيلد اللي جي علي حيكون أكبر كثير لو الheal ما جاني من نفسي جاني من أحد يعني إيش معنا الكلام هذا معنا إنه أنا لو عندي مثلا bloodthirster item تهيلني مرة كثير بنفسي ما أستفيد منها لثلاثين في المية بس لو أنا في جنبي صراك ولا طارك ولا صونة وهي 10 مرات أقوى لما نيجي من الأشخاص الثاني فإيش معنا كلام هذا معنا متى ناخد overheal كtop I don't see طبعا قلنا التري هذي حاليا صراحة على top مرة يبدأ كأساسية كثانوية ممكن نتكلم على champions ياخدوها ثانوية طبعا overheal إذا كان الآدم اللي قدامي البوك حقه عالي علي أنا مثلا بلعب vein وخايف ومعايا سراك ولا معايا سونا واللي قدامي كيت وكل شوية تلطشني أخذ overheal عشان أقدر أعيش شوية طبعا overheal حاليا مرة under power ما هي كويسة بقد كده بس الفكرة فيها إنه تأخذها لما تكون لما تكون محتاج إنه أنت تهيل و تعيش و تعيش اللي نجفز وبعدين إن شاء الله حنتكلم على حاجات اسمها الرونز اللي تنفع اللي مخصوصة للإيرلي جيمز والرونز اللي مخصوصة للليت جيمز أو تنفع أكتر للليت جيمز في رونز الحقها والفايدة منها في بداية الجيم أحسن من الفايدة منها في الليت جيم بعد كده عندنا وهذا اللي هي حاليا والكل بيأخذها هذي لما تسوي كلمة إذا ما كان شرحتها أول معناها أي كل أو ما يفرق إنت قتلت إنت أخذ رجع لك 15% من الحقك وتعطيك 25 يعني ضربت واحد قتلوه الشباب ضربت واحد قتلت أي رجع لك 15% من هلثك و25 هلثك 1000 هيرجع لك 550 هلثك 2000 هيرجع لك 300 وهذه مرة حلوة في نصف التيم فايت جاءت بتلعب بياسوة ودخلت في وسط الزحمة ضربت الأول جبته قتلته هلثك باقي لك تك بعد ما تكتب يرجع هلثك تجيب كل هذا عشان هلثك يرجع عشان تجيب كل اللي بعد عشان هلثك يرجع وهكذا وحاليا كمية الهلث اللي ترجع مرة كبيرة ومرة مفيدة وعشان انها تيك داونز كمان حتى الاسست يرجع لك هلث فصارت أو بي طبعا ميسين هلث فكل ما قال هلثك كل ما زاد الهلث اللي تأخذ وهذه الفكرة فيها ميدة مرة ثانية لو هلثك ناقص ألف اهيلك 150 مش لو هلثك الماكسيم حقك ولهلثك فل انت هلثك ألف ومية وباقي لك بس مية حيديك 150 زيادة بعد كده عندنا presence of mind for 5 seconds after gaining 11 or take down any money you spent is fully restored هذه is يمكن نقول واحدة من اخرب الرونز اللي شفتها في الجيم اخرب مرة ممكن تكون dream OP مرة كويسة طبعا في حالات محددة 5 ثواني بعد ما تلون او بعد ما تاخد kill او assist اي mana تصرفها blush هيصير البار حق المانا حقك لون ابيض وتقدر تصرف كل حاجة فالضروري مثلا اذا انت في laning phase وهذه مرة كويسة في laning phase بزات على champions اللي يتبدو على abilities سواء primary 3 ولا secondary 3 يتبدو على abilities لو انا نتكلم عن البطلين مثلا بتلعب ADC زي جن او حتى زي سفر اشوف المانا حق اشوف الصلاة يا نبي اشوف الليفل حقي ال xp قد ايه باقيلي لو باقيلي تك احفظ امسك ال ability حقتي ما افقها من يوم ما اجيب ال اقدر اصوي qw بلاش qw يعني 120 mana بلاش واقدر اصويها على 6 تلفلات غير اني اخد كلات يعني اول 7 دقائق في الجيم انا اقدر اوفر اكثر حوالي 1000 mana 1000 mana توفرها يعني ما يحتاج ترجع اللين anymore ف اي champion عنده مشاكل في المانا هادي ممكن تحلل المانا طبعا بس لازم تستخدم ها صح مو والله انا اخذ الهادي وبعدين افك حقتي وبعدين لما يجيني وقت انا اقدر استخدمها ببلاش حقتي لانه الويندو فقط 5 ثواني و 5 ثواني ما هي قليل في الول 5 ثواني حياة كبيرة اوكي فهذه ممكن تستخدمها في الحالات وعندنا الحالات التانية المفضلة طبعا تاخدها كسكندري اذا ما شفتوا كاسدين يا شباب شوفوا كاسدين اليومين هذي في الباث التاني وياخد presence of mind وياخد ultimate هات اللي يتنقص الكولداون حق ultimate حقت ويقدر يسويها على ثانية ونص ويخش في تيم فايت ويكتر الاول الت w الت w الت w وراء بعض يصير زي القط والله يقلع شيطان وصلاحة شي يكرب فتنفع في تيم فايت على champions هذولا برضو فهذه واحدة من الرونز ليه بقول هذي واحدة من الرونز الخربانة لانه في لها على champions تنفع بس في early games وعلى champions تنفع في late game بالشكل مهول طبعا اذا ما كنت ماشي في الجيم كويس او مش رأة تكون مفيد اذا ما كنت بلس اذا كنت مرة متأخر في الجيم presence of mind هيكون ما لها اي داعي في الحالة هذي دايما triumf هتكون احسن triumf ميزتها انه دايما تعطيك المطلوب هذي لازم تكون مش رأة متقدم في الجيم تكون متوازي مع العدم اللي قدامك او متقدم اذا كنت متأخر صراحة مرة هتتأب اوكي ففي champions زي ما قلنا تنفع عليهم مرة كثير ان كان في وفي الميت game وحتى في على حسب فانت تعتمد على وعندك وما تبغى تاخد عشان يعوضك او الليت game حقك يعتمد على انك تفك بسرعة مهولة وتحفظ المانا حقتك بالذات في team fights زي كاسدن انا زي اللهي ما ادري مين champion ثاني صراحة انا ماعرف يعني كان بطالع على بوت سيفر وجن ميد كاسدن اه ما ادري اذا اذا ديانا حتى ممكن تنفع عليها عشان كل ما تاخد كل تسوي ريس ست يقوم تسوي الكيو حقتك مرة ثانية مع انه السي ديز حقتها عالية شوية ما ادري صراحة اه كاسدن اه ولا كاسيوبيا ممكن برضو بس كاسيوبيا ماهما الليت اللي عندها مانا اشيوز بالذات لو هي مااخد تير فمبدئيا نقول هادول عامة ك اي دي سي تسعة مرات من كل عشرة انا افضل ترايمف لو اللين قدامي متأكد مية في المية حان هازم ااخد او حتى ما ااخد اوبرهيل لانه في دومانيشن في اللي هو تيش تفعني اكتر من اوبرهيل في الكونسيستنسي حقتها يعني فدائما هاخد ترايمف بعد كده عندنا الصفة الثالث اللي هو اللجند صفة اللجند لجند 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 يعطيك ثلاثة في المية تاك سبيد يعني عبتوا 30 في المية تاك سبيد طبعا لو اخذت تاك داون سحن اشرحها بعد شوية هذا يعطيك يعني يعطيك ضرب عشرة هذي خمستاش يعني عشرين في المية تناسطي زيادة وعندنا عشرة لين تمانية في المية زيادة طبعا هذه لازم تستكها كيف تستكها اي ارن progress towards legend stacks for every champion take down epic monster take down large monster kill and minion kill يا تاخد kill يا تاخد assist يا تكتر epic monster يا تاخد large monster يا تاخد minion kill اوكي فالبيلها مرة سهل يجيبها مرة رئيزي اذا انت تشامبيان يعتمد على auto attacks بسيطة واضحة نبغل attack سبيد كل ADC تقريبا كل tops اللي يتمد على attack speed زي ما قلنا هم اول هياخد lecurity طبعا لا تنسوا يا شباب انه لما بنتكلم على precision اي شي من التلات اللي تحت هدول ممكن تاخد secondary يعني main حقك ما يكون precision secondary حقك يكون precision يعني لو انا مثلا العب داريوس والالعب ايريليا احتمال واخد تناستي ليش انا داريوس ما يهمني التاكسبيت انا داريوس يهمني ايش انه اقدر اجري ورا الناس والحقهم تناستي تديني تقلل الوقت حق والسطنز علي وتخليني اقدر الصق في الناس اللي واجري وراهم اريليا مرة كويسة عليها التناستي لانه حقك تناستي اي التناستي الزايدة فاصلا الوقت حق السيسي عليها مرة واطفة ايماجن تاخد عليها كمان التناستي هذي سيادة اللي هتصير استن ما هيوقف عليك يجي استن توقف وتمشي على طول فاهمني البلاد لاين ام 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 تبغى لايف ستيل طول الوقت بيحتاجها حاليا ما ولا اي دي سي بياخدها لانه مرة اندر باورد يعني شوف قد ما حاولت شباب في الاسبوعين هذي ادور على احد يستخدم بلاد لاين ما لقيت فازنها من اللي ما تنفع حاليا نهائيا ويبغى لها شغل عشان نشوف لها محل في القيم بس ما تنفع لأي تشامبيون يعني حتى لو انا خايف في اللين وما ابغى لعب ترايمف ابغى لعب او ابغى حط بلاد لاين حيكون ويستد رون على الفاضي غير انه ممكن اخذ تاست بلاد برضو فصراحة ما نعارف في كل الحالات الوضع الطبيعي لها ان كان اي دي سي ولد اتاك سبيد اللكرتي احسن ان كان اي دي سي ما يعتمد على اتاك سبيد ممكن ناخد يعني لو اخد لو اخد جن احتمال كبير اروح بلاد لاين لانه ما في ولا شي تاني فيدني تناستي ما تفيدني الاتاك سبيد ما يفيدني في اي حاجة اي دو الاتاك سبيد ازاويدني شوية اي دي الهيل احسن يعني اخد هادي تقول لي اخد بلاد لاين ولا اخد ام اوبرهيل اقول لك بلاد لاين افضط بالذات اذا كان تلعب انجيش شامبين او شامبين زي جني بغيخش يضرب ما تبغى 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 يكتل واحد تاخد التاني اوكذا بلاس الرينج حقك واطي في كل حالات ام امكن فقط جن ما ادري اذا في اي تشامبين تاني تنفل عليه برضو حاليا الا دا كان تشامبين والله ام ما يستفيد من الاتاك سبيد ام ياسوى حاخد علي اللكرتي ما فيها كلام ياسوى حاخد علي التاك سبيد ما حاخد علي بلاد لاين في كل حالات ممكن في حالات لما تكون والله مرة مستضعف عارف انه ما تقرى تساوي شي عارف ان الاتاك سبيد لا تنسى الاتاك سبيد سكيلز ليد جيم معاك مرة كويس ام لايف ستيل ان كان ما تبغى تاخد من ايتمايزيشن ممكن تاخد برضو ممكن تاخد البلد لاين عليها في كل حالات لاتسي اللكرتي هنشوف بعدين التري الاخيرة اللي هو كوب دي غريش طبعا ينطقوها كوب دي غريش كلمة فرنسية ينطقوها كوب دي غرا في كل الحالات ما ادري كيف حتشوفوها في LCS او ظن حينطقوها كوب دي غرا في كل الحالات افتكروا الاسم لا ندسم اروي ديل 10% more damage to champion who have less than 40% health ديل more damage to champion who have maximum health زيادة عنك ديل more damage to champions that have لما يكون healthك اوطى هذه لما يكون health الادم اللي قدامك اقل من 40% تسوي عليه 10% damage زيادة هذا لما health health حق الادم اللي قدامك اعلى منك هتسوي عليه 10 هتسوي عليه 4% damage زيادة 10% لو health اعلى منك 2000 يعني لو كان tank هذه لو كان health حق واطي مرة اقل من 60% هتسوي ما بين 15% دامج زيادة الادم اللي تضرب كل واحدة لها دور عامة cup de gra حاليا افضل تقريبا في كل الحالات اللي شفتها الا في كم حالة لانه كمية الدامج اللي تسويها مرة مهولة ودايما لما تخش team fight بتضرب الناس بتنقصوا كل ما نقص هلتوا تصير execution حقك حسنا طبعا مرة ممتازة على mرة ممتازة على adc بشكل عام اي adc تبغى هذه تاخدها فقط على adc ليش لانه نطالع فيها كده انت كmid laner ولا كtop laner ولا كتانك player دايما هلتك عشانك في solo بتاخد solo lane دايما هلتك اعلى من الgame كله بالذات اذا كنت انت mid lane AP فاكرين لما نسو rework للرونز شعلوا الرونز هقدوا الAP كلهم health زيادة health زيادة اللي هو scaling health فصار healthك عامة كAP ولا ك AP champion healthك عامة زيادة وانت بتاخد experience لحالك دايما الليفل حقك اعلى من الليفل حق البطلين فما هتستفيد من cut down إلا اذا كان قدامك tank وهذا معناه قللت فرص نجاح حك انت بالقليل بالقليل ثلاثة اربعة يعني ستين ولا ثمانين في المية إذا ما في ولا أحد إلا واحد تان قدامك cut down ما تفيدك وبما أنه انت لفلك زي ما أنا قلت لك دايما أعلى من لفلات البطلين ما حتستفيد منها في البطلين فهذه ما تنفع لأي أحد إلا ال ADC فقط وعشان كده لازم لها تعديل لازم لها rework لأنه ال variation حقها مرة قريمة وأسوي أربعة في المية damage على champions with 150 more max health لما يكون max health حقه أعلى مني 150 يعني أنا healthy max 1500 ك ADC يعني حتى في نهاية الgame كما max health حق أنا يصير 1600 لو كان أعلى مني ب150 بس أسوي عليه 4% زيادة لو كان أعلى مني ب2000 يعني أي أحد ما أخذ قرقويل أي أحد مرة يصير دامج عليه أكثر بعشرة في المية فممكن أنا أقدر أشيل ADC أقدر أشيل التانكس بسرعة فلو قدامي تانكس أنا كده دخلنا جيم ولقيت قدامي 60 تانك وأنا اللي اخترت ألعبه ما عنده ترو دامج ولا يقدر يشيل التانكس بسرعة في عندهم أليستر في عندهم شوغاث وفي عندهم سجواني مثلا وفي الماتش بسعدي بنشوفها كتير أخذ كتا ما حأخذ كوب دقري لأنه مستحيل أقتلهم إلا ما أوصل لهذا عندها ترو دامج في الدبل حق تحتاج هذه زيادة على اللي ما يقدروا تسوي دامج وزي ما قلت لكم لما تلعب في سولو لين لو لعب بين توب حيكون الليفل حقها أعلى من الليفل حق البط فما حسفيد من كتدا على البط لين ما حسفيد من كتدا إلا على تشامبيون ولا تشامبيون وفي الحالة هذه دايما 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 كوب دقري أحسن كوب دقري أحسن فاخذ الرون اللي تنفعك على الكل وش الرون اللي تنفعك على شخص واحد ولا على شخصين فتبغى حاجة مفيدة أكتر من حاجة تانية كلهم كويسين بس إذا ما لما يكون هلثك أقل من 60% تساوي دامج زيادة ما في ولا تشامبيون يبغى هلثه يكون ناقست فعلى طول يرول آت كل ال EDC هذي ما تنفع عليهم التشامبيون الوحيدين اللي ممكن أشوف هتنفع عليهم ترين عشان يبغى يشتغل على علتي حقته ياسو في برونز لأن ياسو في برونز يخش 1 في 10 فلو يبغى دامج زيادة تنفع فلاديمير ك سكندري تنفع فعلا لأي تشامبيون دايما هلث ونقص كل ما نقص هلثه كل ما زاد دامج وهذا تنفع علي ففي التوب ممكن ADC لا في المد زي ما قلنا ممكن بلاديمير كويس عليه ما ادري اذا في تشامبيون تانين ينفع عليهم ولا لا بس في كل الحالات بكل الحالات حاليا هذا في البرائمري حقك هو احسن على ثلاث اربع الشامبيون ان شاء الله هنعيد الكلام هذا في زي ما قلنا في بداية السيزون هنرجع نراجع الكلام هذا مرة ثانية وننزل فيديو ثاني تصحيحي او مو تصحيحي نشوف ايش الوضع اللي هيصير وقتها هيصير نعمم ونفضل يعني او نخصص نقول والله هذا احسن للشامبيون هذا هذا احسن للشامبيون اذا حتسألوني انا لعب لما نلعب اي دي سي اي دي سي يعتمد على اوتو اتاك عبيلتي زي ازريل زي سيفر زي مو جن في الحالة هذه كيت ممكن لا كيت ليثال تيمبو احسن انها اوتو اتاك حقاتها اكتر هاديله بريستال تاك اي تشامبيون يعتمد على تاك سبيد هاديله ليثال تيمبو كوغماو فيروس اكيد اتاك سبيد بلد فين احتمال كبير طبعا لما نصير لها بالانس حاليا لا تاخد ليثال تيمبو حاليا اخد بريستال تاك بعدين في المستقبل سيكون ليثال تيمبو افضل من وجهة نظري وهذه لا ناخدها الا على ال 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 زي ما قلنا تعتمد على الشخصية اللي بتلعبها والشخصية اللي قدامك اذا كان والله يخايف من اللي قدامك مرة كثير الاوفرهيل معاك واحد يهيلك معاك واحد يهيلك ما في احد يهيلك لا تاخد اوفرهيل تريمف تقريبا في 3-4 الوقت احسن تنفع الالشامبيون زي ما قلنا في البوت ممكن في المد ممكن كاسدن في الليت مرة كويسة لانه كل ما تسوي تاكداون يعني زي ما قلنا تاكداون كل ولا اسست هتديك خمسة ثواني واندو انها تستخدم الابريتز حقتك مرة بسرعة بالنسبة للجد اي شامبيون يعتمد على تاكسبيد تديره الالاكرتي اي شامبيون يعتمد ما يعتمد على تاكسبيد تعطيله تناستي او تقريبا تناستي هتكون على الى كل البروزرز الى الاتاكسبيد الالاكرتي هتكون على كل الالاكرتي هتاخدها على بعض الالاكرتي اللي يعتمدوا مش على اتاك على اتاكسبيد اللي يعتمدوا على زي جين مسلا حاليا افضل رون تاخدها في ثلاثة اربع الحالات كل ما قتلت احد تسوي دامج زيادة عليها حد اقل من 40% cut down لو كان الهلث حق الادم اللي قدامك اكثر منك على حسب قديش اكتر منك الدامج حقك يزيد عليه كل ما نقص الهلث حقك كل ما زاد الدامج حقك لو كنت اقل من 60% تسوي دامج 5% لو كنت اقل من 30% تسوي 12% يعني كل ما نقص الدامج حقك زيادة طبعا زي ما قلنا يا شباب ال ممكن تختارها ك فتقر تختار الكيستون حقتها واحد من كل ثلاثة وممكن تختارها ك فلو مثلا اخذنا ال تاخذ السكندري فتقر عدوك ثلاثة خطوط ما عدوك الكيستون عدوك ثلاثة هادول وتختار واحد من هادول ف هتبطر تختار اثنين من ثلاثة وفي ثلاثة اربعة الحالات هنختار ووحدة من الليجنز او ك يعني ك سكندري هادول الاثنين طراحة جدا مبدعين و اداءهم تقريبا في ثلاثة اربعة الحالات ك سكندري افضل لو كنت ك سكندين احتمال كبير تاخد و ك ك وبكده يا شباب انتهي شرحنا على البرسيجن وانتهي شرحنا ل ل ل ل اول فكرة اذا عجبك الفيديو بالله سوي سبسكرايب وفولو ولا تنسى تسوي شير ولا تنسى انه انا انا سوي بث يومي مع هذا يوم السبت على تويتش ويوتيوب ونشوفكم على اشتركوا في القناة